السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف رحال جميع ان شاء الله رموة طيبة سامحونا غطصنا فترة شوي في حدود شهرين وثلاثة لكية شوي ترتباطات شوي تنشغلات حياتية لأكثر والأقل بارك الله في كل مبعات المسج ودور وسأل الناس اللي باعتت لي ركوست ان شاء الله حنفض بيكم صبركم عليه شوي بندير فيديو سريع اليوم ان شاء الله هو الشي بنشوف خباركم ونشوف أموركم خاصة في هالسنة العصيبة هذه نسى الله ان ربك يحفظ للجميع تاني شي لباش الواحد نصديش لقيت روحي المقدمة دي مع عودة 36 مرة مرة مشكلة في الإضاءة مرة في المايكروفون مرة في الشاشة الخضرية اللي وراهي دي فان شاء الله تكون جودة الفيديو كويسة ومقبرة للجميع خلال السبوع الفات كله تم الإعلان على جوائز نوبل فكانت فيه أشياء متيرة للاهتمام فبن نحكي معها او بنحكي معكم فيها او عليها فزي ما تعرفنا جوائز نوبل توزع عادة نهاية كل سنة اللي هي جايزة الفيزياء والكيميا والطب والفيزيولوجيا مع بعض والأدب هذي توزع من ستوك هولم في السويد وجايزة السلام توزع من أوسلو في النرويج فانيوي طبعا تم الإعلان بشكل ديجيتل في جرة الكورونا هذي اللي خبطنا الدنيا دي الكوفيد ديزناف هذا فالحافة الأكيد كان ديجيتل ما فيش حد تحضر حيبعتولهم الجوائز حتتسلم للسفرات وبعد تالي ستوصل طبعا الجايزة هي قيمة مالية عادة في حدود المليون دولار أمريكي تقدر تقول يأما مقاسمة أو تتقسم ثلاثات أو ياخذها كلها لو ربح واحد فقط كذلك يعطوه شهادة اللي هي الدبلوما وكذلك يعطوه مدالية دهب 24 قراط فهذا الإعلان كان خمسة يمات فات ممكن نخدمه شوي خلوا نشوفوا منهما اللي ربحوا وشين القصة بالظبط فنبدو طبعا نوبل برايز الفائز ما يقولون لها شوينر يقولون لها لوريت اللي هو الحائز يعني حتى المتجرون ما تقول حائز على جائزة نوبل فنبدو بأول جائزة سنة 2020 للفيزياء الفيزيكس الفيزيكس برايز من ربحها ربحوها ثلاثة هادو مقاسمة فهذا الأول هو روجر بنروز شين قصته قال لك اكتشف اللا ان تكون اللا شين طبعا ديما الفيزياء ديما الفيزياء خاصة مفخر 15-20 سنة لها علاقة بالبلاك هولز أو الثقوب السوداء في أي حدي بنوبل غلخوش دير حاجة في البلاك هولز طول ترقى روحك ربحها لك الغالب حتى تاخد الجائزة رو بعد 20-30 سنة هذا متوسط ما خدتك للجائزة لو درت حاجة اليوم لو اكتشفت حاجة عظيمة اليوم رأي شايزة متوسط هتاخدها بعد 20-30 سنة وضروا يتكون عايش ما يعطوها لكش لو انت انتقلت إلى يعني after life زي ما يقول فأنيوي عمك روجر هذا أمريكي سوري بريطاني اكتشف ان تكون الثقوب السوداء هو تنبؤ خارق للعادة لل شن اسمه النظرية النسبية العامة general theory of relativity اكيد للأب الروحي متاع الفيزيكس اللي هو اينشتاين فهذا عمك روجر على شربح السنة طبعا الكلام هذا تلقى من 20-30 سنة هو النظرية مثال الثاني هذا ألماني غينهاد جنزل وأندريا جيس هذه من أمريكا وهذا من ألمانيا من برلين على ما أعتقد برضو الاكتشاف متاعهم له علاقة بالبلاك هولز والثقوب السوداء وتكون الكون وما إلى ذلك فهذه وجماعة الفيزيكس للسنة هذه ديما أبحاث لها علاقة بالبلاك هولز أو الثقوب السوداء طيب طيب نمشو لجهزة ثانية اللي هي الكيميستري اللي هي الكيميا فالكيميا ربحوها زوز هذي يقولون لها ايمانوالا شاربيانتيا هذي فرنسوية من باغي على المطقة من باريس وهذه جينيفر دودنا من أمريكا كان ليهم دور كبير في فطلعوا تقنية الكريسبر هذي اللي متوقع اني حتدير ضجة القدام في المستقبل اللي هي التعديل على الجينوم يعني الأصل الأصل الديناي متاعك اللي حيصنع بعد تالي بروتينات وغيرها موضوع معقد شوي طبعا فالكريسبر انك انت شني تخش وتقص أو تنحي أو تدير كوبي بيست يعني حرفيا تدير كوبي بيست للجينوم أو للحمض الوراثي وبالتالي ممكن تنحي مثلا جين المسؤول مثلا على السكلس الأنيميا ومثلا بعض الفقر الدم أو الأمراض الوراثية وغيرها حاليا نعرف الجين نحن المسؤول على أمراض معينة نمشي ننحو الجين هداك ونحطه جين كويس لكن هذه ممكن تخلق أمور أو يعني أو ممكن يستغلها حد في أمور مش مزبوطة عن زي اللي صار في الصين سنتين أو ثلاثة فات وواحد جاب تواما قال هادو تواما مش حيتعرض للـ إنه عدل في الجين طبعا حبسه ثلاثة سنين وصارت ضجة كبيرة في جرة الكريسبر هذا أو تقنية الجراحة تخيل عن الجينية فهذه جماعة الكيمستري وهذه شن داروا بالزبط فهم ليهم دور كبير في تطوير أو اكتشاف تقنية الكريسبر اللي هي أنهم يعدلوا عليه الجيناء طيب بنسبة للطب والفيزيولوجيا علم وظائف العضاء هذا كندي من الجامعة متاع يونيورسي في ألبيرتا هذا الوسطي مايكل هوتن والزوس الثانيين من أمريكا فهم ثلاثة هادو كان لهم دور هام ومفصلي جميلة مفصلي هادو اكتشفوا الهباتيتي في الثمانينات لما كانت عملية نقل الدم وغيرها طبعا لقوه هالبناس بمئات الألاف في صورة أمراض كبد وصفير وجندس وغيرة فقالوا شل القصة هذا كل وقت ممكن يعرفوا اثنين ثلاثة فيروسات من الهباتيتي فاجمع هادو اكتشفوا الفيروس وطوروا ليه تست اللي هو تست الانتيبادي وبرضو أبحاثهم شاركت في العلاج الرهيب اللي هو صفاص بفير اللي اطلع في عماضي 2007 ممكن نزل في 2010 يعني الهباتيتي في حالية من الأشياء النادرة في الطب اللي يتم العلاج الكامل كيور مش حتى تريتمت أغلب أمراض الطب مجرد تلطيف أو نخلو الجسم يتخلص منها الضغط ما فيش علاج للضغط نبين نعدل لبسلك سبحان الله واحد من الأشياء القليلة النادرة في الطب اللي كيور يعني ينتهي من جسمك تماما بعلاج الرهيب كانت تفكر ردت عليه فيديو خاص قبل سنتين ثلاثة الدوا هذا المطقة طوراته شركة أسترا زينيكا هو يتاخذ طبعا حبوب يتاخذ لمدة ثلاثة شهور وبعدها الفيروس سيختفي تماما من جسم المريض فهذا جماعة مايكل هوتن هذا من الجامعة متاع الـ University of Alberta هذا هو أصلا انجليزي طبعا لكن أبحاثه كانت من جامعة الـ University of Alberta والزلزة الأمريكان ممكن هذا جامعة والتاني يشبه من جامعة واشنطن فهذا جماعة الطب وكيف انهم اكتشفوا الهباتية السي وطوروا له الاختبار وأبحاثهم هذه أدت في النهاية بعد 25 سنة إلى اكتشاف علاج ثوري وحاليا هذا مايكل هوتن قاعد يجرع لتطعيم للهباتيت سي طبعا الحاليا لا يوجد تطعيم للهباتيت سي لكن هو متخصص في علم الفيروسات السنة هذه هي برعاية الفيروسات الصراحة فهو قاعد يجرع حاليا للفاكسين هباتيتس بي عندنا للفاكسين والهباتيتس أنا لا أتقدر بحيتها واحدة شاعرة أمريكية هذه اسمها لوس غلوك البيس ما زال السنة ما أتقدر لك السنة اللي فاتت ما أتقدر بحيتها اللي أنا طلعت السنة هي اللي هو برنامج الغذاء العالمي ما فيش مش شخص معين فهذه أهم جوائز للسنة هذه اللي هي زي ما قلتك الفيزيكس والكيميستري والطب وكذلك الأدب إنس هميقوي قابريل ماركيز والجماعة هذه الأدباء العالميين هذة هم هذا جوائز نوبل بالنسبة لعام 2020 في شوية فان فاكتس بنخدمين بالفيديو أو فاكتويد أو معلومات صغيرة يعني تشوفيا أو شي قال لك ما تقدرش تخش وتدير خطاب ارتجالي ضروري ما الخطاب يكون واصلهم قبلها بيوم بايش يترجموه السودية تاني شي قال لك ثلاثة من الناس اللي اخدوه جايز نوبل كانوا في السجن أغلبيتهم طبعا مساجيين سياسيين القيمة متاع قلتلك عليها بحدود المليون فيه زوز من الناس باعوا المدالية باش يغطوا تكليف ماديك الكسبنسس اخوش دورهم تلقى اسميهم ما فيش اشكالية فيه جيمس واتسن هذا اللي اكتشف الدبل هيليكس او اللفة هدي قلتلك الجايزة متاعها اشراها ملياردير روسي ب4.7 مليون اخداها اشراها منها ب4.7 مليون وردها لبعثالي نوع زمانتك من التشجيع فرث الروس ما يطلع منهم متوسط العمار زي موت 59 سنة اكبر واحد في العمر اخداها عمره 90 سنة واصغر واحدة الافغانية 17 السنة زي ما قلتلك ما تقدرش تاخذها بعد الوفاة يقولها ضرورة تكون عايش هذا الكلام ضرورو في F-270 زوز من الناس قبل F-270 اخدوها بعد وفاتهم فيه واحد اسم رالف شتايمان اختية جايز نوبل اللي عام 2011 مات قبل التتويج ب3 أيام لكن اللجنة ما سمعتش به فأعطوها للجايزة مشوعة في نوع يبارك الله وفيكم فهذا فيديو سريع زي ما قلتلك كي باش الواحد منستطيش ونشوف خباركم ونشوف اموركم وهذا جايز نوبل لعام 2020 بارك الله وفيكم جميعا وربي يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته